من المؤكد تماما أن العالم لا يواجه مشكلة من حيث تلبية احتياجات الجميع من غذاء ومأوى وسلامة لكن المشكلة الحقيقية تكمن في حالة من اللامساوات في طريقة توزيع موارد العالمة تتفشى في المجتمعات بل لا هوادة وحالة عدم المساوات هذه يتضرر منها الأطفال أكثر من غيرهم أينما وجهنا نظرنا نجد أن الأطفال هم الذين يدفعون الثمن باهظة جراء لمسؤولية الكبار يكون أحيانا بسبب الحروب وأحيان أخرى الفقر وأحيان انتهاكات لحقوق الإنسان لا يزال على سبيل المثال ما يقرب من 5.6 مليون طفل يموتون كل عام بسبب أمراض يمكن البقاية منها أو يمكن معالجتها بما في ذلك مليون رضيع يموتون في نفس اليوم الذي يولدون فيها في حين يفترض أن لا تحدث مثل هذه الحالات قبعا في ضوء التقدم المذهل في مجال الطب والتكنولوجيا اليوم ومن ثم ما كان لمثل هذه المشكلة أن تحدث أصلا وفي نفس اليطاري فإن الأطفال هم الأكثر اتضرا من الفقر فاصلة منقوطة وفقا لمنظمة اليونيسيف 19.5% من أطفال العلم الذين يصل عددهم إلى 387 مليون يعيشون في فقر مدقع بينما يعيش 9.2% فقط من البالغين في نفس الظروف والملفت للاهتمام أنه في جميع البلدان المنضوية تحت منظمة التعاون والتنمية في الميدانة الاقتصادي أو ECD ذات الدخل المرتفع فإن معدلات فقر الأطفال أعلى من المعدل المسجل لدى الكبار والأكثر مدع للقلق هو أن الأطفال الأصغر سنة يتحملون أسوأ الظروف المأساوية ما يقرب من 20% من جميع الأطفال الذين تقلوا أعمارهم عن 5 سنوات في العالم النامي يواجهون الفقر المدقع مقابل 15% للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 سنة لا تشكل الأمراض والفقر السبب الوحيد وراء معاناة الأطفال المستمرة لقد أصبحت أجزاء كثيرة من عالمنا الآن مسرح شبه دائم لنشب انزعات المستمرة والحروب الأهلية والحروب الشاملة وهنا أيضا أطفالهم من يدفع الثمن الجسيمة من خلال استهدافهم وإصابتهم بإعاقات وقتلهم قصف بالقنابول والهجمات الكماوية وتمزيقهم بالسواطير من طرف عتات الرعاعي نضرمي نيراني في المنازل وأما الذين تمكنوا من النجاة من الموت فمعظمهم يعانون من إصابات مروعة أو يفقدون أطرافهم أو يواجهون مشاكل نفسية تطاردهم لبقية حياتهم بالإضافة إلى ذلك حتى عندما يتعرضون للإصابة والمرض لا يمكنهم التوجه إلى المستشفى والحصول على العلاج المناسب مثل غيرهم من الناس لأنه لا توجد في كثير من الأحيان مستشفيات حقيقية أو أطباء أو مددات حيوية أو حتى مسكنات للألم في الأماكن التي يقيمون فيها في سوريا على سبيل المثال بعد سنوات من الحرب أصبح أمرا عاديا أن يعيش الأطفال في ظل تساقط القنابولة ونقص مستمر في الطعام والمأوى وعندما تقرر عائلاتهم البحث عن ملجان في أماكن أخرى من العالم وهو أمر مفهوم ومبرر تبدأ حلقة مقلقة أخرى تلاحق معظمهم لكن غالبا ما يلقيون حتفهم في رحلتهم هذه والأطفال في مقدمة الضحايا عدا وعندما يبلغون وجهتهم يرفضون في أكثر الأحيانة وحتى إذا تمكنوا بطريقة ما من البقاء في أوروبا فإنهم يواجهون خطر اختطافهم من قبل المتاجرين بالبشر مثل ما تبين إحصائيات قوة الشرطة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي التي تشير إلى وجود أكثر من عشرة آلاف طفل لاجئ في عداد المفقودين بعد وصولهم إلى أوروبا وتعتقد اليوروبول أنهم ربما قد يوجدون بين أيدي عصابات إجرامية بما في ذلك المتاجرين بالبشر والمنظمات الإجرامية التي تستخدمهم للمتاجرة بالأعضاء البشرية إن الوضع لا يختلف الكثيرا في أجزاء أخرى من العالم منذ عام 2013 اختطفت جماعة بوكو حرام أكثر من ألف طفل في نيجيريا وقد أدت الاضطرابات في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الدموقراطية إلى تجريد أكثر من ثمانية ملايين شخص نصفهم من الأطفال في منطقة الساحل يعاني 5.4 مليون طفل من حالة سوء تغذية بالغة الخطورة بينما تفيد التقارير عن تفشي وباء الكوليرا في جميع أنحاء المنطقة حيث بلغ عدد الإصابات سمانية وأربعون ألف وسبعمائة حالة في عام 2017 في اليمن منذ عام 2015 يلقى خمسة أطفال حتفهم أو يصابون بجراح كل يوم واو كل طفل تقريبا في اليمن يحتاج إلى مساعدات إنسانية حسب الأمم المتحدة وتفيد الوكالة أيضا بأن المواجهات المسلحة المستمرة أدت إلى وفاة إصابة خمسة آلاف طفل على وعلى ذلك يعاني 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة من حالات سوء تغذية حادة بينما يحتاج 8.2 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الملائمة في البلاد في أمريكا الوسطى التي تصارع براثن الفقر ومعدلات الجريمة المرتفعة يحاول آلاف الأطفال كل شهر الوصول إلى الولايات المتحدة تبحث عن حياة أفضل وأكثر كرامة لكن العديد منهم يصابون بجراح أو يموتون في الطريق وإذا تمكنوا من الوصول إلى الولايات المتحدة يتعرضون مثل أقرانهم في الشرق الأوسط للرفض من قبله سلطات أجزاء كثيرة من مناطق البلاد وفي ميانمار يوصل الجيش عملية الإبادة العرقية دون أدنى وازع أخلاقي ونتيجة لذلك أصيب الآلاف من أطفال الروهينجيا بجروح بليغة ألقوا حتفهم بما في ذلك حرقهم حتى الموت في الوقت الحالي يوجد حوالي 720 ألف طفل من الروهينجيا في بنقلاديش وميانمار في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية هذه العينات مجرد ملخص موجز للوضع في عدد قليل من البلدان كنموذج عن المحنة المستمرة لأطفال العالم ومع ذلك لا توجد مشكلة غير قابلة للحل ورغم أن الهيئات الدولية أخفقت في تحمل مسؤولياتها حتى الآن فإنها لا تزال قادرة على التعويض عن الوقت الضائع عن طريق اتخاذ إجراءات سريعة ويمكنهم في هذا الإطار إطلاق حملات لجمع الأموال لصالح كل بلد من البلدان المتضررة وتطبيق العقوبات ضد البلدان التي لا ترغب في دعم القضايا الإنسانية بطريقة تناسب القوة الاقتصادية للبلد المعني يمكن توزيع اللاجئين في العالم بالتساوي والعدل بين دول العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول الأكثر إثراءاً ويمكن تشجيع الناس على التبرع ومساعدة اللاجئين من خلال خطة دفع مختلفة مثل تقديم دولار واحد في الشهر على بطاقة الاعتمان الخاصة بكل فرد ويمكن تعديل القوانين لضمان معاملة اللاجئين معاملاً ثانية وبكرامة في الدول المضيفة وطالما توفرت إرادة صادقة للمساعدة فليس هناك أي حدود لما يمكن فعله دعونا نتخذ قرار تغيير الوضع واختيار منح البعد الأخلاقي الأولوية على الأهداف المادية والقيام بكله ما في وصعنا لمساعدة الأطفال وكل من هو في حاجة إلى مساعدتنا ترجمة نانسي قنقر